واللعيب التاني ملاك هو ده اللي حصل يوم كل الناس مش كل الناس كل الناس المغرضة كل الناس المغرضة ما انت خلي بالك يعني انا هتقدب وهقول جملة مكان جملة احنا معانا طبعا لعيبة النادي الاهلي وهي طالع من الفندق الى ملعب المباراة وان شاء الله بالتوفيق باذن الله لعيبة النادي الاهلي نهاردة احنا عارفين ان فيه اكتر من 14-15 لعيب مريحهم النهاردة صæuchen كولر نرجع مرجوعنا تاني لموضوع ساني الشحاتن احنا كنا بنتكلم عن اللي هو طالع بيتكلم عن مبادئ وقيم النادي الاهلي لا خليك انت في مبادئك وقيمك خليك انت في مبادئك وقيمك ما تتكلمش عن مبادئ وقيم النادي الاهلي انت مش واصع على النادي الاهلي النادي الآلي أول حد خد قرار في موضوع حسن الشحاء ثم بعدها بيومين إيه اللي حصل كابتن خطيب جاب لجنة تخطيط وجاب المسؤولين وقعد وقال إن اللي حصل ده بيسير استياءه هو مستأمل اللي حصل مستأمل اللي حصل على فكرة كابتن خطيب كان قصده على الوقعة ككل الوقعة ككل آه هو مستأمن التصرف اللي أقدم عليه حسن الشحات ولكن هو مستأمن اللي حصل في الملعب مستأمن اللي حصل في الوقعة ككل مش من تصرف حسن الشحات بس من الوقعة ككل اللي خلت اللي أكبرت حسن الشحات يقدم على التصرف ده مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ هو لو كان فيه عدالة تحكمية في المباراة ولو كان فيه جرأة من الحكم في المباراة كانت وصلت لللي احنا شفناه في الآخر أنا عايز أعرف بس كانت وصلت الأمور لللي احنا وصلنا له النادي الأهلي طلع بيان مبارح النادي الأهلي طلع بيان قال التحكيم منظومة التحكيم لازم منظومة التحكيمية لازم يبتدي إصلاحها وتطويرها لازم منظومة التحكيم يعاد النظر فيها لأن نجاح وتطوير التحكيم من نجاح المسابقة ككل أو من نجاح كورة القدم المصري أو من نجاح كورة القدم في العالم إنما كل موسم يحصل كوارث كل موسم يحصل كوارث على فكرة النادي الاهلي واخد كل البطولات كل البطولات السنة دي ولكن النادي الاهلي طلب تطوير التحكيم يا جماعة احنا كل ماتش بيبقى فيه كوارث الحكام محتاجين عندنا لازم يكون ليهم شخصية في الملعب لازم يكون ليهم شخصية في الملعب انت ما بتدرش انت مش مجرد صفارة وبس انت مش جاي تصفر وبس لا فيه جوانب اخرى زي الماتش اللي فات اللي شفنا فيه خطأ من حسين الشاحات ايه اللي وصل حسين الشاحات لكده منك حاكم شفت مرة واثنين وتلاتة فيه اكتر من لعيب من الفريق الاخر ياخد طارد ولكن الحاكم بيماشي وايه اللي وصل موضوع لكده في الاخر شخصية الحاكم اخطاء الحاكم علشان كده بيخلي ناس تطلع تقولك ايه ده القيم لا يا حبيبي خليك انت في قيمك ومبادئك خليك انت في قيمك ومبادئك اللي بيته من ازاز مايحديفش الناس الكويسة بالطوب تاني اللي بيته من ازاز مايحديفش الناس الكويسة بالطوب الغلط انت تعرفه انما احنا بنعالج الغلط فورا ولو اتكلمنا عن حاجات كتير حصلت حصلت في الملعب وجابتها الشاشات تليفزيون او حصلت ومجابتها الشاشات التليفزيون ومسمعناش مرة ان المنافس بيطلع يغلط حتى العين مش عايز اقول يعني يوقع عقوبة عليه لا يغلط حتى العين لكن اللي انا عايز اقوله محدش يعمل نفسه واصي على النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي قيم ومبادئ النادي الاهلي في حتة وانت في حتة تانية خالص بعيد عنها مئة سنة انت تتعلم بس من النادي الاهلي انا انا متكلم من المسئولين اللي خدوا القرار في حق حسين الشاشات طب حقق الاول حقق الاول وشوفوا ايه اللي اكبره انه يعمل كده مش يمكن تلاقي حد تاني غلطان منظومة التحكيم منظومة للأسف ما عرفش بتدار ازاي يعني هتقدب وحقول ما عرفش بتدار ازاي ولكن هي بتهضر اشتركوا في القناة